المسيح ابن الله أسألك عن ألقاب المسيح تمام نتذكر قول الرب للتلاميذ في قيصرية فلوبوس في متى 16 من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان واستخدم المسيح لقب ابن الإنسان طبعا أتت ردود مختلفة إلى أن قال بطرس أنت هو المسيح ما قاله ابن الإنسان لكن قاله ابن الله الحي وهنا نتقابل مع اللقبين ابن الإنسان وابن الله لم ينفي كونه ابن الإنسان أنه هو ابن الله ولم ينفي الإعلان أنه ابن الله لقب آل الرب بفمه الكريم أنه ابن الإنسان ومن هنا نتعلم أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد أو هو ابن الله المعبر عن الله لكن في ذات الوقت هو ابن الإنسان ابن الإنسان ده لقب الإنسان الذي أخذنا إلى النسوت كما نعلم جميعا أن المسيح عندما ظهر في الجسد الله ظهر في الجسد فاللهوت حل في النسوت فابن الإنسان باعتبار نسوته لكن ابن الله باعتبار لهوته يحنى كتب في إنجيله ليبرهن أن المسيح هو ابن الله لكن كتب في رسائله وخصوص الرسالة الأولى ليبرهن أن المسيح إنسان فيقول في ختمة إنجيل يحنى أن هذه الآيات كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله وهذا لهوته لكن يقول في الرسالة الأولى أن كل روح لا يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو ليس من الله فيبرهن أو يثبت في الرسالة الأولى مجيء المسيح كابن الإنسان وفي الإنجيل مجيء المسيح كابن الله لقب ابن الإنسان ده لقب التجسد عندما أتى المسيح في الجسد